ايه رأيك لو شجعتك وقلتلك تعالى وابدأ معنا رحلة تغيير جديدة لمدة شهر هشجعك وهديلك نظام سهل وبسيط هتمشي عليه لمدة شهر واحد وحياتك هتتغير وهتلاقي نفسك بقيت افضل بشكل كبير جدا وكتير منكم هيفضل مكمل معنا ويقول مش هتراجع ابدا الا لما اوصل للرشاقة وللوزن اللي انا عايزه فايه رأيك تتشجع وتبدأ معنا لمدة شهر واحد شهر واحد يا سيدي شهر واحد هيغير حياتك عشان كده لو هتبدأ معنا هذه التحديات قول قبلت هذه التحديات واضغط لايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة هاي ايو انت عايز تبقى رشيك تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله ووقاتكم بكل خير اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس وتحديات لو نفسك تخس ومسابقات لو نفسك تخس والنهاردة عندنا مسابقة ورحلة جديدة رحلة المجد وهنخس ان شاء الله بجد بجد اه والله هتخس بجد لمدة شهر هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا لمدة شهر حياتك هتتغير قبل الشهر ده هتكون انسان وبعد الشهر ده هتكون انسان تاني تماما بفكر تاني بشكل تاني بوزد تاني بحياة تانية تماما بجد هو ممكن الشهر ده يفرق معايا الاسبوع بيفرق حضرتك ما بقى لك بقى اربع اسابيع اربع اسابيع لو التزمت بيهم فعليا حياتك هتتغير وده وعد مني سدقني اللي بيلتزم بنظام لو نفسك تخس بيتشجع وبيفضل مستمر عليه في ناس خست لغاية ميت كيلو واكتر كمان عشان كده انا جاي بشجعك وبقول لك ابدأ معانا واوعد فوت الرحلة دي لانها رحلة قوية جدا وكلها تشجيع ان شاء الله وباذن الله هتوصلوا كلكم لهدفكم عشان كده بقى اللي هيبدأ معانا ان شاء الله يكتب هيبدأ بوزن كام وحلمه يوصل لوزن كام وهشترك معاكم ان شاء الله في المسابقة ويوعدني ان هو يلتزم يلا بينا بقى نروح نشوف شرح التحديات يلا بينا علشان توصل لانظمة لو نفسك تخس بكل سهولة ادخل على جوجل واكتب لو نفسك تخس هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بلو نفسك تخس زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس واللي فيها اكتر من مليون مشترك وبينزل عليها الانظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل وكمان فيديوهات تشجيعية يومية ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس واللي فيها اكتر من 2.700.000 متابع وبينزل عليها انظمة لو نفسك تخس وكمان تشجيع بشكل مستمر ومتابعة مستمرة وده حساب الرسمي على الانستجرام لو نفسك تخس وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخس وده موقعنا الرسمي ليه لو نفسك تخس ودي قناة التليجرام الخاصة بيه لو نفسك تخس ودي قناة مطبخ لو نفسك تخس الخاصة بإعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل أما القناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت ودي اللي بنشرح فيها نظام التثبيت وما بعد التثبيت وإزاي نتشجع علشان نحافظ على رشاقتنا ولو حابب تكون داعم لنا في تطوير محتوى لو نفسك تخس على باتريون. اهلا بكم وتحدي جديد. ورحلة المجد وهنخس بجد. وده طبعا احد ابطال لو نفسك تخس. وهو احد اعضاء فريق عمل لو نفسك تخس. استاذ احمد ابو المجد. من الناس المحترمة واللي خس معانا خمسة وتلاتين كيلو. وبسم الله ما شاء الله محافظ على وزنه لغاية دلوقتي بقاله سنوات. يعني واحد من ابطال لو نفسك تخس. ومن فريق عمل لو نفسك تخس. ونبدأ طبعا بالتنويه. ولو انت عندك اي مشكلة صحية لازم ترجع لطبيبك فورا قبل البدء. طبعا رحلة قوية جدا لمدة اربع اسابيع يعني شهر يعني حاجة بسيطة كده. ولكن النتيجة بتاعتها قوية. هتقول لها خسة دي. هقول لك هتخس كتير جدا. حياتك هتتغير خلال شهر واحد. والله لا يلتزم بالمسابقة دي هيشوف نتيجة ولا اروع وسأل مجرب. هم حاجة الالتزام. نبدأ بين نظام جميع الاوزان وهو نظام مناسب للجميع. للناس العادية. اي ناس يعني لا يعانون من اي مشاكل صحية سنهم فوق الستاشر سنة يقدروا يمشوا على هذا النظام. طبعا نبدأ على بركة الله التحدي الاول من نظام جميع الاوزان بعنوان بداية التحدي. طبعا بداية التحدي زي ما انت شايفين كده يوم دلع الدلع ولوز اللوز ويوم السبت سبعة اغسطس وهنلاقي عندنا قبل الفطار لتنشيط الحرق كباية مية زايد اتنين معلقة صغيرة من عسل النحل او تلات تمرات للناس اللي ما عندهمش عسل النحل زايد كباية حليب خالد دسم. وانا باعتبر الحاجات دي اصلا وجبة قوية جدا يعني سندة كده جنب الفطار او ثمرت فكهة من الفواكه المسموحة لو انت ما عندكش الحاجتين اللي فاتوا او عندك مشكلة تعوق ان انت تاخد تمر او عسل فتقدر تاخد واحدة من الفواكه المسموحة. الفطار بقى عندنا اختيارات متعددة. مش هنقرى كتير لان انت اكيد قدامك النظام بشكل مفصل ولكن هنختار بند واحد من هذه البنوت زي ما انت شايفين كده تقدر ان انت مسلا تختار البند ده او البند ده او البند ده وهكذا. طبعا يعني الفطار هيبقى موشبع جدا مع وجبة ما قبل الفطار هتلاقي نفسك عندك نشاط قوي جدا بتستسمر هذا النشاط ان انت تحرق دهون اكتر وبالتالي بتساعدك على تخسيص اسرع. اختيارات الغدا طبعا هنلاقي عندنا نشويات وبروتين وخضار. ناخد من كل فقرة حاجة واحدة وبالتالي هنلاقي عندنا وجبة متكاملة. يعني ناخد حاجة من البروتين. ناخد حاجة من النشويات. وناخد حاجة من الخضار يبقى قدامنا طبق جميل جدا جدا جدا. نروح للعشا هنلاقي مكتوب كلمة ممنوع النشويات. وطبعا لما نلاقي كلمة ممنوع النشويات ما ينفعش ان احنا ناخد العيش ولا رز ولا مكارونا ولا اي حاجة ليها صلة من نشويات. تقول لي ما بقدرش ااكل الزبادي من غير نشويات هقول لك ما ينفعش. هو اللي مكتوب امشي عليه بالضبط. طبعا الوجبات الخفيفة زي ما انتوا شايفين كده. الوجبات الخفيفة هي عبارة عن صمرة فاكهة وطبعا الفاكه المسموحة. هتلاقوها في جداول الفاكهة المسموحة. ولكن هنا مثال مثلا التفاح الكوميتر الجوافة البرتقال وهكذا دي من الوجبات او من الثمرات الفاكهة المسموحة. اتنين كوب حليب خالد دسم مهم جدا جدا مصدر جيد جدا للفايتامينز وكمان للكالسيوم. نروح بقى للجزارتين الطمطميتين الحبتين البصل وحبة البتنجان مصادر قوية جدا للفايتامينز وهتشبعك ومش هتدي لك اي احساس بالجوع طوال اليوم وهتلاقي الحر بتاعك بقى في السماء. ما عليها طعام زيت زيتون? مهمة جدا زيت الزيتون لخفض الكوليسترول السيء ورافع الكوليسترول الجيد بشكل كبير جدا وهتحسين الصحة بشكل انت لا تتخيله كمان مفيش امساج بسبب زيت الزيتون. تناول الخضار طبعا الخيار الخاص القتة. القتة طبعا موجودة دلوقتي بالكثرة وبالتالي هتلاقي نفسك ان انت بتاكل وبتشبع وكمان بتخس. طبعا المشروبات زي ما انت شايف كده شاي القهوة اللي ينسون الكلام ده كله تقدر تاخد مشروبين خلال اليوم بحد اقصى ولكن يعني ننقطرش عن كده وناخد بالنا ان احنا ممنوع السكر العادي فنقدر نحنا ناخد بديل السكر او سكر ستيفيانة. نروح للتعليمات طبعا المية مهمة جدا الناس اللي بتشتكي من ضعف الحر اللي الناس اللي بتقول لك انا بصدع بسرعة لما بعمل دايت الناس اللي بتقول لك انا بدوخ الناس اللي بتقول لك انا تعبانة لما او تعبان لما بعمل دايت وبحس ان انا يعني مرهق كده وعندي صداع وعندي شحوب في الوجه وقصة كبيرة كده هقول لك اشرب مية بشكل جيد هتلاقي الدنيا تغيرت معك لان المية هي الحياة. ممارسة الماشت وماشي رائع جدا شيء مهم جدا بيحسن من نفسية بيرفع من روح المعنى اوية. طب انا وزني كبير ومش قادر امشي دلوقتي. استنى لما وزنك يخف شوية وبتدي امشي هتلاقي الدنيا زبطت معاك. احرس على تناول زيت زتون طبعا زي ما احنا نبهنا. وكمان الخضروات برضو مصادر جيدة للفيتامينز والالياف اللي بتشبعنا وكمان بتساهل عملية الاخراج. نروح بقى لليوم التاني ويوم كده اللي هو الانقاذ طبعا شوناه فيه المسابقة اللي فاتت. ويوم رائع توست وعسل في الصبح كده. وكباية الحليب. مصوم خمس الساعات. وبعد كده ممكن ناخد الغداء. الغداء ممنوع فيه النشويات والخضار. مفروض ممنوع فيه النشويات وناخد البروتين والخضار. الخضار متاح مع كل الوجبات. فيش حاجة اسمها ممنوع الخضار. والعشاء هنلاقي عندنا فروض صلاة او صلات الفواكه. ووجبة خفيفة هي عبارة او وجبات الخفيفة. من ضمنها ثمرة الفكهة وكبايتين الحليب. طبعا هتقول لي والناس الجديدة هتقول لي طيب انا اخد واحدة بس منها دي البنود ولا اخد البنود دي كلها تقدر تاخد البنود دي كلها. طبعا التعليمات زي الفات المية والرياضة وزيت الزتون والخضروات. نروح لليوم التالت من التحدي الاول وممنوع الفواكه تماما. اليوم ده مفيش في فكهة خالص. اليوم ده كده تحس ان هو يعني ايه عم انت اه صعب اوي. هقول لك والله لو انت التزمت بالنظام كما هو كده هتيجي بعد شهر. هتدعي لي من قلبك والله العظيم. هتدعي لي بجد. لان الموضوع هيفرق معاك. عارف انت لما هتلاقي نفسك ان انت تشجعت. وهتلاقي ان الموضوع سهل وبسيط وتقول يا عم انا عايز بقى ادخل معاك المسابقة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. وتلاقي نفسك لو انت داخل بس تجرب انت خلاص. لو انت التزمت بس. نروح بقى لي قبل الفطار عندنا كوبايتين من المية. كوباية من المية زائد اتنين معلقة. آآ من آآ عسل النحل وتلات تمرات زائد كوباية حليب خالي الدسم. آآ اختيارات الفطار عندنا ممنوع النشويات. الغداء ممنوع النشويات. والعشا ممنوع النشويات. ونحرص على تناول الوجبات الخفيفة. نروح لليوم الرابع من التحدي الاول. نلاقي عندنا الفطار فيه تلات اختيارات. قبل الفطار فيه تلات اختيارات. الفطار هنلاقي فيه ممنوع النشويات. الغداء ممنوع النشويات. والعشا كمان ممنوع في النشويات. نروح لليوم الخامس هنلاقي عندنا ممنوع النشويات في الفطار لكن الغداء فيه نشويات. العشا ممنوع فيه النشويات. ولكن الوجبات الخفيفة من ضمنها تمر فكهة. نروح لليوم السادس والقبل الاخير من التحدي الاول. وهنلاقي نظام الانقاذ وتستوعسل او عيش وعسل على الريق مع كوباية حليب والغدا هيكون بروتين مع خضار والعشا هيكون فروت صلاة او صلاتة فواكه او ثمرتين فاكهة زي ما انت حابب نروح لليوم السابع والاخير من التحدي الاول ونظام جميع الاوزان وهنلاقي عندنا طبعا فطار وجبة مفتوحة غدا وجبة مفتوحة وبالهنة والشفا العشا بقى وجبة خفيفة نبدأ على بركة الله التحدي التاني من نظام جميع الاوزان وبعنوان الرشاقة شياكة فعلا الرشاقة بتغير من شكل الجسم من لبسك من اسلوب حياتك الرشاقة شياكة واناقة كمان نبدأ على بركة الله التحدي التاني واليوم الاول السابت 14 اغسطس وعندنا ممنوع فكهة تماما في هذا اليوم ممنوع نشويات تماما في هذا اليوم نروح لليوم التاني من التحدي التاني هنلاقي عندنا ممنوع النشويات في الفطار والغدا والعشا ولكن مسموح ثمرت فكهة سواء من اختيارات ما قبل الفطار او اختيارات الوجبات الخفيفة مش اختيارات بقى اجباري الوجبات الخفيفة من ضمنهم ثمرت فكهة نروح بقى لليوم التالت من التحدي التاني وهنلاقي عندنا في الفطار في نشويات الغدا بروتين نباتي او من ضمن الاختيارات البروتين النباتي الناس اللي النباتيين او اللي بيحبوا آآ يكلوا حاجات نباتية فعندنا اليوم ده هيكون في بداء النباتية كتير هنلاقي عندنا النشويات برضو ما يعني موجودة عندنا في الغداء والعاش هيكون ممنوع في النشويات يوم عسل اوي وحتى من ضمن الوجبات الخفيفة ثمرت الفكرة طيب نروح بقى لاتحاد التاني واليوم الرابع وهنلاقي عندنا بقى كده اليوم اللي هو شبيه بالتوست والعسل او بنظام الانقاذ ولكن يعني انقاذ مخفي فهنلاقي عندنا مفيش صيام بعد الفطار عادي خالص وتوست وعسل او عيش وعسل وكمان هنلاقي عندنا الغداء هيكون في بروتين وخضار العشاء هيكون في زبادي او جبنة ريش نروح ليه اليوم الخامس من التحدي التاني وممنوع فكهة ممنوع النشويات في هذا اليوم نروح لليوم السادس وهنلاقي عندنا ممنوع النشويات في الثلاث وجبات واول او قبل الفطار في فكهة وفي من ضمن الوجبات الخفيفة فكهة عادي اليوم السابع والاخير من التحدي التاني وجبتين مفتوحين ودلعوا نفسكم والعشاء ضايت نبدأ على بركة الله التحدي الثالث من نظام جميع الاوزان وبعنوان هننسي في الدهون ان شاء الله بازن الله نسف اليوم الاول من التحدي التالت وعندنا هنلاقي على الفطار في نشويات الغداء هيكون ممنوع النشويات اما العشاء في نشويات وطبعا نحرص على تناول الوجبات الخفيفة تساعدنا لليوم التاني من التحدي التالت لنظام جميع الاوزان وهنلاقي عندنا ممنوع النشويات في الفطار الغداء في نشويات العشاء ممنوع النشويات نروح لليوم التالت واليوم الخالي من النشويات والخالي من الفواكه نروح لليوم الرابع والتحدي التالت وهنلاقي عندنا التلات اختيارات ما بين العسل ما بين الطمر ما بين الفكهة وكمان ممنوع النشويات فطار غدا عشا نروح بقى لليوم الخامس من التحدي التالت فهنلاقي عندنا تلات اختيارات والفطار هنلاقي فيه نشويات الغدا ممنوع فيه النشويات العشا هنلاقي فيه نشويات نروح بقى لليوم السادس هنلاقي عندنا نظام الانقاذ السريع وطبعا التس والعسل والغدا بدون نشويات والعشا فروض صلاة او صلاة فواكه نروح لليوم السابع من التحدي التالت وهنلاقي عندنا اليوم ده اليوم الدلع طبعا واليوم المفتوح فطار والغدا اما العشا نخليه خفيف خفيف نبدأ على بركة الله التحدي الرابع والاخير من مسابقتنا ونهاية التحدي ونهاية الشهر ومسابقة جميلة جدا رحلة المجد وهنخس بجد اليوم الاول من التحدي الرابع وعندنا طبعا في الفطار فيه النشويات الغدا فيه نشويات العشا ممنوع النشويات نروح لليوم التاني من التحدي الرابع هنلاقي ممنوع النشويات فيه التلات وجبات نروح ليه اليوم التالت هنلاقي ممنوع الفكهة وممنوع النشويات بنلعب مع الجسم لعبة عشان ناخد منه الدهون وكمان نضحك عليه اليوم الرابع نظام الإنقاذ السريع اليوم الخامس هنلاقي عندنا زي ما انت شايفين كده نشويات في الفطار الغدا ممنوع والعشا ممنوع النشويات طبعا دي يعني اليوم السادس وقبل الأخير من المسابقة عشان بقى نوزم بعدين إن شاء الله ونشوف النتيجة الرائعة فهيكون بدون فكهة وبدون نشويات نروح ليه اليوم السابع والأخير من المسابقة ومن التحدي الرابع وهنلاقي عندنا وجبتين مفتوحين في الفطار واحدة وفي الغدا واحدة والعشا هيكون خفيف خفيف نبدأ على بركة الله ونظام المرضعات مناسب للمرضعات والحوامل ولكن بعد استشارة الطبيب طبعا ده نظام المرضعات والتحدي الأول لنظام المرضعات واليوم الأول للمرضعات اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، الخامس، السادس واليوم السابع والأخير من التحدي الأول لنظام المرضعات نبدأ على بركة الله تحدي تاني لنظام المرضعات والرشاقة شياكة طبعا اليوم الأول من التحدي التاني للمرضعات اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، واليوم السادس، واليوم السابع والأخير من التحدي التاني لنظام المرضعات نبدأ على بركة الله التحدي الثالث لنظام المرضعات واليوم الأول الثاني اليوم الثالث من التحدي الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع والأخير من التحدي الثالث لنظام المرضعات نبدأ على بركة الله تحدي الرابع لنظام المرضعات والأخير في مسابقتنا رحلة المجد ونخص بجد واليوم الأول من التحدي الرابع اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع والأخير من التحدي الرابع لنظام المرضعات نبدأ على بركة الله نظام الأشبال مناسب للأشبال فرصة رائعة جدا لأولادنا الناس اللي أهملت في حق أولادهم صدقوني شجعوهم على النظام وابتدوا معاهم سواء انتم هتمشوا على نظام جميع الأوزان وهم يمشوا على نظام الأشبال بجد هتشجعوا بعض في البيت وهتلاقيوا الأكل متقارب جدا 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 وهتلاقي نفسكم متشجعين ويعيشين في صحة ورشقة طبعا ده التحدي الأول لنظام الأشبال واليوم الأول اليوم الثاني من التحدي الأول لنظام الأشبال اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، واليوم السادس، واليوم السابع والأخير من التحدي الأول لنظام الأشبال ونبدأ على بركة الله تحدي تاني لنظام الأشبال واليوم الأول الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والسادس، والسابع والأخير من التحدي تاني لنظام الأشبال نبدأ على بركة الله تحدي التالت لنظام الأشبال واليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والأخير من التحدي ثالث لنظام الأشبال نبدأ على بركة الله التحدي الرابع والأخير من مسابقتنا رحلة المجد ونخس بجد ونظام الأشبال اليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس والسابع والأخير من التحدي الرابع لنظام الأشبال طبعا دي جداول التعليمات اللي كتير منكم بيهملها للأسف ما بيقرهاش ما بيبصش عليها بيسأل كتير جدا والتعليمات دي شاملة وضمة كل حاجة تتخيلها ولا تتخيلها كمية معلومات كبيرة جدا هتساعدك يعني دي او ناس بتسأل بتقولي يا بش مهندس ازاي ان انا ممكن اقوى الحرق بتاعي بشكل طبيعي ازاي ان انا ممكن اخلي الحرق بتاعي وجسمي يحرق بشكل كبير جدا شايفين شوية النوع الدول ركزوا فيهم كده واقروهم واحدة واحدة انا مش هقرأهلكم ولكن عايزكم تقروها واحدة واحدة سواء هتلاقوها على التطبيق او تقروها من الفيديو بس اعلوا الجودة شوية صدقوني والله لو مشيتوا على التعليمات دي هتلاقوا ان انتو هتعيشوا في رشاقة مش بس هتخسوا ده انتو هتعيشوا في رشاقة طول عمركم طبعا ازاي تاكل وتخس وتشبع ده طبعا يعني شكل كده توضيحي حاجة كده بسيطة لو انت اتبعتها قدرت تتبعها لو انت بتصحى من بدري خمسة ونص لو انت بتصحى بعد كده لو انت بتصحى قبل كده يعني حاول توفاها على يومك دي هتساعدك مش حاجة اجبارية يعني ده طبعا جدوى للتقييم لو انت شاطر كده تطبعه وتعلقه على التلاجة وكل يوم تدي لنفسك يعني تقييمك الفطار فطارت كويس نقطتين الغداء نقطتين العشن نقطتين المية شربت مية نقطتين لحبت رياضة حتى لو انت ست بيت العاب رياضة اتحركي في البيت كلام ده ادي لنفسك نقطة خدت السناكس بتاعتك نقطة مجموعة درجات عشرة اشوف على اخر الاسبوع انا جبت كام من سبعين صدقوني بيشجع والخصوصا لو انت بقى بتتنافس مع حد كمان جوه البيت او حد من اصحابك طبعا ازاي تدير اليوم المفتوح فيه ناس بتقول لك ابش مهندس انا بحبش انا الحاجات اللي انا تقول لي خد وجبة مفتوحة طبعا انا ممكن اخد سبعين الف سوارة حارة طبعا مش هيوصل سبعين الف سوارة مستحيل يعني انت لو يعني عندك اه معدى بتاعت عشرين تلاتين شخص يعني فهنلاقي نفسك او هتلاقي نفسك ان انت عممكن عايز تعرف ازاي ممكن توزع الوجبات دي يعني باختصار كده طبعا شرحتها كتير جدا ازاي ان انت توزع الوجبات بتاعتك يعني بتحسب سعراتك الحرارية من خلال بعض الجداول اللي بتدي لك يعني متوسط سعراتك الحرارية اليومية بتوزع بقى سعراتك اربعين في المية على وجبة الفطار اربعين في المية على وجبة الغدا عشرة في المية كوجبة خفيفة بين الغدى والعشة ووجبة العشة عشرة في المية تروح بقى هنا للجداول دي تشوف انت بقى يعني انت عندك كم سنة عندك مثلا يعني هنقول آآ عشرين سنة فتروح هنا تشوف انت رجل ولا ست مثلا لو انت حضرتك ست مثلا هقول ان انا من تسعة عشر لتلاتين في الحتة دي من تسعة عشر سنة لتلاتين سنة طيب انت بتلعب رياضة ولا qaid كده في البيت ولا بتلعب او بتشتغل شغل مرهق شوية. لو انت ما بتلعبش رياضة وقاعد كده عملت بص للسقف. فهتلاقي نفسك ان انت من الفين او من الف وتمنمية لالفين سعر حراري متوسط. طيب لو انا بقى نشيط حبة يعني حبة صغيرين مش حبة كتير. يبقى من الفين لالفين وامتين. طيب انا بقى لو يعني ايه طالع نازل وانفرد نفسي. هتلاقي نفسك ان انت مسلا الفين وربعمائة سعر حراري ممكن يزيد ممكن يقل على حسب برضو التكوين لك العضل. احنا بنقول متوسطات. وبالتالي مسلا لو انت سعراتك الحراري الفين خد اربعين في المية من الالفين ده في الفطار. واربعين في المية من الالفين في الغدا. وعشرة في المية وعشرة في المية البقين للعشر. بس كده ده كل الموضوع ببساطة. طبعا ده لنظام المرضاعات عشان المرضاعات هنزود خمسمائة سعر حراري. يعني لو انت برضو ست وعندك عشرين سنة ومتوسطة النشاط البدني مثلا الفين سعر حراري. هنزود عليها خمسمائة يبقى الفين وخمسمائة سعر حراري. طبعا نظام الاشبال من حداشر استاشر سنة سواء انثى او ذكر فهتلاقوا الموضوع اسهل كمان. طبعا ديه الكلمات الدلالية. كلمات الدلالية لللهجات باللهجات العربية. الناس المتابعين لنا من الجزائر اكبر تحية لاهلي في الجزائر والمغرب والشام. تحية ليكم جميعا ودي طبعا جداول هتساعدكم في فك بعض الكلمات الدلالية زي الجبن القريش زي البيض المسلوء زي الدجاج زي السمك البلط يعني ايه كلام ده كله. وهتلاقوا جداول كتير جدا جدا مناسبة لللهجات الخاصة بالاخوة في المغرب العربي والشام. طبعا دي قايمة الفواكه المسموحة اللي الناس بتسأل عليها. ودي جداول الفواكه المسموحة بالارقام. دي كم يعني ما يعادل ثمرت فكهة وهكذا. ودي ممنوعات الفكهة. ودي البدائل الخضروات قد ايه وتاخد قد ايه وكلام ده كله. ودي حصة النشويات البدائل بتاعتها. ودي البروتين الدي والكميات وكل حاجة. والله العظيم بصوا يعني النظام فيه كل حاجة كل حاجة كل شيء كل شيء وكل شيء سهل. وتقدر تحصل عليه. اهم حاجة تبدأ. اهم حاجة تتغير. لان هيفرق معاك والله العظيم. بعد شوية لو انت قادر ان انت تبدأ بس بتتدلع. بعد شوية تحس نفسك ان الموضوع بقى صعب. وكلما تترك وتهم الموضوع هتلاقي الموضوع بقى صعب اكتر. دي المشروبات. ودي الممنوعات الدايمة. لان اتمنى ان انت تبعد عنها خالص. تبعد عنها تماما. حتى بعد ما تتغير سيبها. لانها ضمرت صحتك. ودي الممنوعات الموقعات اللي احنا بنتحكم فيها بس عشان ما تخشش على النظام ويتبوزه وتقدر نتاخدها عادي في اليوم المفتوح. بعد ما شفنا شرح التحديات. اربع تحديات سهلين وكلهم بساطة. وفي متناول الايد. يعني حاجة بسيطة كده. ومن البيت. لو التزمنا بيهم والله العظيم. هتشوفوا نتيجة. ولا اروع. وهتدعو لنا من قلبكم. تحياتي لكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا فيه ناس هتشتكي وتقولي النظام خطه صغير قوي ومش باين ومش شايفين حاجة. فارجوك يا هندسة كبر النظام وكبر الخط شوية. هقولك ان ان طبعا لو انت ماسك الموبايل بالوضعية دي اكيد طبعا مش هتشوف حاجة لان الكلام صغير جدا وانت اصلا محتاج ان انت يكون نظرك قوي جدا. لكن بكل بساطة انت لو فعلت وضع دوران بتاع الموبايل وروح تلافف الموبايل كده. بص اهو. بقى النظام بكل الشاشة. يعني النظام مال الشاشة كلها بتاعت الموبايل. مش بس كده. انت ممكن تعمل زوم مجرد ان انت عملت بصباعك كده يا سبعينك الاتنين كده. تقدر تزوم على الحاجة على النظام. خلاص هوا. بصوا عامل ازاي? كبير جدا. يعني يباين وضوح الشمس يعني. بس. ده علشان الناس اللي بتشتكي من ان الخط صغير او مش قادرين يقروا النظام. فالنظام واضح جدا جدا. فمش عندنا حجة خلاص. فياريت نلتزم بالنظام. شكرا لي.